التقى الأستاذ أمين عبدالله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضراموت بمكتبه الأخ سعيد عبود بن مطرف المعاري المدير العام لمديرية غيل بن يومين كالرسال للمناقشة سيرة العملية التربوية والتعليمية وكذلك المشاريع التربوية المتعثرة في المديرية وفي اللقاء أكد الأستاذ بعباد على الجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب في سبيل استقرار العملية التربوية والتعليمية في ربوع مديريات محافظة حضراموت الساحل ومن بينها مديرية غيل بن يومين والتي حضيت بنصيبها من ذلك الاهتمام مشيرا خلال اللقاء لأن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لن يتوانى في تقديم وجه الدعم والمساعدة للمديرية بما يمكن التلاميذ والطلاب من أداء حصصهم دون أي إشكاليات قد تعترضهم موضحا أن مكتب التربية بالمحافظة يبذل حاليا جهود كبيرة مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ مبخوط من ماضي في سبيل وضع حلول عاجلة لمشكلة المشاريع المتعثرة بما يضمن دخولها الخدمة الفعلية